أيضا في اتصال مكرون بالرئيس السيسي كان نفس الرسالة موجودة في هذا الاتصال الرئيس أكد على ضرورة التفريق الكاملة بين الدين الإسلامي لما يدعو إليه من نشر السلام والتسامح ونبد العنف وبين الأعمال الإرهابية التي يرتكبها بعض المدعين بالانتماء للإسلام وهو منهم بريء وهي أعمال مدانة في كافة أشكالها ولا يجوز لمرتكبيها الاستناد إلى أي من الأديان السماوية والرئيس أكد على استمرار مصر في الاطلاع بمحاربة الإرهاب ودورها في محاربة الإرهاب لكن تاني مصر ليست وحيدة في محاربة الإرهاب مصر بتقوم بدورها نيابة عن العالم لكن أين هو العالم؟ العالم يواجه الإرهاب فقط عندما يأتي الإرهاب إلى أرضه لكن طالما احتضنت أوروبا الإرهاب طالما احتضن العالم الإرهابيين وقال إنهم من المعارضة لبلادهم في منطقة الشرق الأوسط أو في بلاد أخرى الآن يشكو العالم الذي احتضن هؤلاء الإرهابيين وقال إنهم يحبلون أفكار مختلفة الآن هؤلاء الإرهابيين يكادوا يفجروا المجتمعات من الداخل في بريطانيا في ألمانيا في فرنسا فرنسا بتعاني الآن نتيجة سياسات طويلة كانت لسنوات عديدة في هذا الأمر